استبقت قوى شيعية لم تحقق النتائج التي كانت تتوقعها وتعلن عنها برفض صريح مسبق للنتائج الأولية التي أعلنتها مفاوضية الانتخابات بعد انتهائها من عمليات العد والفرز اليدوي الإطار التنسيقي للقوى الشيعية التي تضم قوى الفتح ودولة القانون والعقد الوطني وتحالف قوى الدولة والنهج الوطني أصدروا بيانهما الرافض للنتائج المعلنة محملين فيه مفاوضية الانتخابات مسؤولية ما أسموه عدم تصحيح المخالفات الكبيرة التي ارتكبتها أثناء وبعد عد الأصوات وإعلان النتائج والتي طعنوا أيضا بصحتها كما حملوا المفاوضية المسؤولية الكاملة عما وصفوه بفشل الاستحقاق الانتخابي وسوء إدارته محذرين بأنه سينعكس سلبا على المسار الديمقراطي والوفاق المجتمعي منذ تغيير النظام وحتى الآن من جانبه أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر فوز الكتلة الصدرية بأكبر عدد مقاعد في مجلس النواب مؤكدا قبوله بقرارات المفاوضية ونتائج الانتخابات مهما كانت وأضاف الصدر في تغريدة له من على منصة تويتر بأنه يأمل أن لا تكون النتائج مثيرة لحفيظة القوى الخاسرة وأن لا يترتب عليها ما يثير الخلافات والصراعات والصدامات والاقتتال الذي يزعزع السلم الأهلي مؤكدا أن الكتلة الصدرية هي الكتلة الأكبر انتخابيا وشعبيا وإنها ستسعى لتحالفات وطنية لا طائفية ولا عرقية فيما أكد قياديون في الحزب الديمقراطي الكردساني الفائز بأعلى المقاعد النيابية من بين المنافسين الكرد أن حزبهم سيتحاور مع الأطراف الكردية الفائزة في الانتخابات قبل الذهاب إلى بغداد للتفاوض بشأن الحكومة الجديدة والاستحقاقات المترتبة عليها هذا وشهدت العاصمة العراقية بغداد انتشارا أمنيا مكثفا لعناصر الجيش وجهاز مكافحة الإرهاب والذين وضعوا بحالة الإنذار القصوى تحسبا لأي خرق أمني قد يبدر من بعض الفصائل المسلحة التي خالت الانتخابات وخسرتها بحجة الاعتراض على النتائج